أعتقد أن ما أشارت إليه الآيات في سورة المعارج والآيات في سورة الشعراء من الاجتماع والافتراق ما بين الدنيا والآخرة صار واضحا لديكم وإنما جئت بكل ذلك مثالا لتقريب الفكرة التي أشرت إليها قبل قليل وأريد أن أحدثكم عنها لا بد لنا من نقطة نجتمع عليها نجتمع عليها عقليا قلبيا وجدانيا لا أتحدث عن اجتماع مكاني حتى لو تحقق هذا إنني أتحدث عن اجتماع القلوب التي يريد إمام زماننا أن تجتمع على الوفاء بعهودها مثل ما جاء مذكورا في الرسالة الثانية التي وصلت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج وفي سائر برامج هناك عنوان تحدث القرآن عنه وتحدثت العترة الطاهرة عنه تحدث محمد وآل محمد عن صلوات الله عليه هذا العنوان الوليج لابد لنا من وليجة الوليجة هي هذه النقطة المرسخة والمركزة التي تجتمع قلوبنا وعقولنا حولها لابد لنا من الوليجة الوليجة من الآخر من دون الدخول في التفاصيل اللغوية الوليجة من الآخر التي يتحدث القرآن عنها ويتحدث محمد وآل محمد عنها الوليجة هي العشيرة العقائدية الوليجة في اللغة هي البطانة بطانة الرجل خواص الرجل الذين يلتصقون به ويلتصق بهم علاقة متينة وثيقة إنه يجود بأسراره عليهم لأنهم خزانة لسره بطانة الرجل خواص الرجل أحب الناس إليه هذا المعنى اللغوي للوليجة بحسب المضامين التي ترتبط بحديثنا في هذه الحلقة ما يرتبط بثقافة القرآن والعتر فإن الوليجة هي العشيرة العقائدية أليس العشائر تجتمع على نقطة وهذه النقطة يعبرون عنها بكلمة أو بجملة قصيرة تكون شعارا لهم إذا ما أطلقوه فإنهم سيجتمعون ولو كانوا متفرقين إذا كان أحد أفراد العشيرة دخل المدينة حتى في أيامنا هذه في البلاد التي تنتشر فيها الأعراف العشائرية إذا دخل في مدينة وتعرض لاعتداء من أحد الأشخاص فإنه يرفع صوته بهذه الكلمة بشعار العشيرة أفراد عشيرته الذين هو لا يعرفهم بشكل شخصي سيجيبونه سيرفعون أصواتهم بالشعار نفسه ويجتمعون حوله لنصرته هذه هي الوليجة العشائرية جئت بهذا مثالا أنا لا أدعوكم لهذا أنا أتحدث عن الوليجة العقائدية إنما عبرت عنها بهذا التعبير لتقريب المعنى الوليجة العقائدية هي العشيرة العقائدية العشيرة التي تجمعنا فهذا التيار تجمعه عشيرة عقائدية هي وليجته القرآن في الآية السادسة بعد العاشرة من سورة التوبة يتحدث عن هذه الوليجة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وليجة إنما وليجتهم الله ورسوله ورسوله والمؤمنون هذه عشرتهم والله خبير بما تعملون دققوا النظر في هذه الآية إنها الآية الآية السادسة بعد العاشرة من سورة التوبة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة المؤمنون هنا آل محمد المؤمنون هنا علي وفاطمة وآل علي وفاطمة الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة صناعة التيار هو جهادنا هذا هو جهادنا جهادنا في زمان الغيبة التمهيد لظهور إمام زماننا وهذا التمهيد يتصور بالنسبة لنا يتصور بصناعة تيار فكري مجتمعي يحمل الهم العقائدية المهدوي يحمله أمانة للتمهيد في زمانه ولنقل الأمانة هذه للأجيال القادمة فهؤلاء الذين جاهدوا لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة إنما وليجتهم الله ورسوله والمؤمنون أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون الآية واضحة واضحة جدا أقرأ عليكم ما ما جاء في نهج البلاغة الشريف فيما يرتبط بما أتحدث عنه كي تعرف أهمية هذا الموضوع وكي تعرف أهمية هذا العنوان الوليجة من العناوين المهمة التي ذكرت في القرآن وفي حديثهم وبنحو وفير ووسيع وواضح أطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان إنها الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئة إنها الخطبة الخمسون بعد المئة ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب رجع عن مرحلة التأويل إلى مرحلة التنزيل رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل واتكلوا على أي شيء واتكلوا على الولائج واتكلوا على الولائج اتكلوا على عشائره على أصدقائه على خواصه على مجموعاته على أحزابه لم يتخذوا آل محمد وليجة بعد رسول الله وإنما اتخذوا غيره حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل غالتهم السبل بعيدا عن سبيل الله الذي هو علي صلى الله وسلامه عليه وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج على الجهات التي يجتمعون حولها ويجتمعون لأجلها ووصلوا غير الرحيم الوليجة الحقيقية هي رحم محمد وآل محمد ووصلوا غير الرحيم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه معادن كل خطيئة هؤلاء معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة في تيه وضلال قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق للدين مباين هؤلاء هم أصحاب الولائج المتفرقة رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه هؤلاء هم معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة الإمام يتحدث عن سقيفة بني ساعدة أما حال سقيفة بني طوسي فهو أسوأ من هذا بكثير لأن الإمام حدثنا أتحدث عن أمير المؤمنين حدثنا من أن الشعة سيكون تيهها أضعاف تيه بني إسرائيل أما هؤلاء فكان تيههم كتيه بني إسرائيل على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راك أو مفارق للدين مباين في موطن آخر من نهج البلاغة الشريف في الخطبة التاسعة والثلاثين بعد المائتي في الصفحة الرابعة والستين بعد المائتي أمير المؤمنين يتحدث هنا عن العترة الطاهرة تحدث في الخطبة المتقدمة عن ولائج الضلال سيتحدث هنا عن ولائج الهدى فيقول متحدثا عن آل محمد صلوات الله عليهم هم عيش العلم وموت الجهل طبقوا هذا على حوزة الجهل بمعارف النجاف إنها معدن الجهل معدن الجهل بمعارف العترة الطاهرة فهل هي تمثلهم تمثل محمدا وآل محمد إنها تمثل المذهب الطوسي الضال ألها لعنة على هذا المذهب هم عيش العلم آل محمد هم عيش العلم وموت الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكم منطقهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه وهم دعائم الإسلام هذه دعائم الإسلام الحقيقية وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام لا بد أن تلتفت من أن الأحاديث التي وردت في أن دعائم الإسلام في الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية جاءت بلسان المدارات دعائم الإسلام محمد وآل محمد فقط دعائم الإسلام صاحب الزمان وانتهينا الدين له أصل واحد يا علي يا علي أنت أصل الدين فدعائم الإسلام علي علي فقط دعائم الإسلام صاحب الأمر صلوات الله عليه أولئك الحوزويون السيستانيون النجفيون الطفسيون الذين أخذوا أحاديث أحاديث دعائم الإسلام وفرعوا على فهمهم الضال من أن فروع الدين من الصلاة والصيام تقدم على الولاية هم لا يفهمون من أن الأحاديث تلك في مستوى المدارات فقط وفي مستوى التنظير لجانب من الشأن الديني في المستوى العقائدي الأصيل المتين هناك دعامة واحدة للإسلام هو الإمام المعصوم مثل ما يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه والحديث هنا في الكافي في الجزء الأول من أن الإمامة هي أس الإسلام النامي هي أس هي أس الإسلام النامي وفرعه السامي الإمامة التي هي شأن من شؤون الإمام الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي هم الأصول والفروح وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام بهم عاد الحق إلى نصابه بهم وليس بالصلاة والزكاة والصيام والحاج بهم بهذه الدعائم بهم عاد الحق إلى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته بهم عاد الحق إلى نصابه وليس بالصلاة والزكاة والصيام والحاج بهم 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 عاد الحق إلى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته عقل الدين عقل وعاية ورعاية فالقلوب أوعية عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل ولن تكونوا فقها حتى تعرفوا معارض كلامنا هذه هي الوعاية والرعاية عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل إذن من هم؟ آل محمد هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام الولائج التي نعتصم بها هذا هو الذي قصدته حينما قلت لابد أن تكون لنا نقطة مرسخة مركزة هي الوليجة التي نجتمع عليها نذهب إلى فصل في تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الحادية والستين بعد المائتين عند الآية السادسة بعد العاشرة من سورة التوبة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة يعني بالمؤمنين آل محمد والوليجة البطانة مثل ما قلت لكم الوليجة هي العشيرة العقائدية إمامنا الباخر يقول يعني بالمؤمنين آل محمد والوليجة البطانة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة فوليجتهم الله ورسوله وآل رسوله هذا في تفسير القمي في الكاف الشريف والكلين تلميذ القمي ولقد روى كثيرا عن القمي في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 471 إنه الحديث الخامس عشر بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن عجلان عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه في الآية نفسها أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة يعني بالمؤمنين الأئمة عليهم السلام لم يتخذوا الولائج من دونه وإنما اتخذوهم ولائج لدينهم فهم دعائم الإسلام وهم ولائج الاعتصام مثل ما قال أمير المؤمنين وقرأت عليكم ذلك من نهج البلاغة الشريف آل محمد هم دعائم الإسلام وهم ولائج الاعتصام فإمامنا الباقر يقول يعني بالمؤمنين الأئمة لم يتخذوا الولائج من دونه في موطن آخر من المصدر نفسه صفحة خمسمية واثمانين إنه الحديث التاسع من باب مولد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بسنده بسند الكليني عن إسحاق ابن محمد النخعي قال حدثني سفيان ابن محمد الضبعي قال كتبت إلى أبي محمد إلى إمامنا الحسن العسكري كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة وهو قول الله تعالى ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا قلت في نفسي لا في الكتاب كتب كتابا إلى الإمام العسكري يسأله عن معنى الوليجة لكنه قال في نفسه أيضا وما كتب هذا قلت في نفسي لا في الكتاب من ترى المؤمنين ها هنا هو في الكتاب سأل عن الوليجة ولم يسأل عن المؤمنين لكنه فيما بينه وبين نفسه حينما كتب الكتاب تساءل من هم المؤمنون الذين ذكروا في هذه الآية ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا فرجع الجواب الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر وحدثت نفسك عن المؤمنين منهم في هذا الموضع في هذا الموضع من القرآن فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم ألا ما ينطبق هذا الوصف على الصديقة الكبرى بأرقى المعاني وأوضحها فهي التي تؤمن على الله ويجيز أمانها لأن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها وحدثت نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانه يؤمنون على الله يعطون الأمان للخلق بسم الله سبحانه وتعالى نيابة عن الله الله سبحانه وتعالى يجيز أمانه يعطي الأمان للذين أعطاهم الأئمة الأمان هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله فهم دعائم الإسلام وهم ولائج الاعتصام صلوات الله وسلامه عليهم تلاحظون أن القرآن وأن خطب الأمير وأن كتب التفسير أتحدث عن تفسيرهم كتفسير القمي وأن أحاديثهم تتناول هذا الموضوع بشكل وافر وواضح وواسع هذا تفسير العياش ما بقي منه بين أيدينا إنه الجزء الثاني وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثمانين الحديث الحديث والثلاثون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال بايعني يا رسول الله فقال على أن تقتل أباك هكذا تكون البيع قال فقبض الرجل يده ثم قال بايعني يا رسول الله قال على أن تقتل أباك فقال الرجل نعم على أن أقتل أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هنا خطأ مطبعي وهذه الطبعة مشحونة بالأخطاء إذا رجعنا إلى المصادر القديمة التي نقلت عن النسخ القديمة النقل الصحيح هناك هنا كلام ليس واضحا في النسخ الصحيحة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج يعني أن العشيرة رسول الله وآل رسول الله من هنا قال له عليك أن تبايع على أن تقتل أباك ليس لك من عشيرة ليس لك من وليج هذا هو الذي قلته من أن الوليجة هي العشيرة العقائدية أتا رجل النبي فقال بايعني يا رسول الله فقال على أن تقتل أباك ليس لك من وليجة أنا وليجتك على أن تقتل أباك قال فقبض الرجل يده ثم قال بايعني يا رسول الله قال على أن تقتل أباك فقال الرجل نعم على أن أقتل أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة إنا لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما لكن أن يبقى الوالد الذي ولدنا بحدود مقامه أما الوالد الحقيقي رسول الله فله المساحة بتمامها وكمالها وليجتنا رسول الله وليس آباءنا وعشائرنا التي ننتمي إليها انتماء عرفيا مجتمعيا عشيرتنا الحقيقية رسول الله لما بايع على أن يقتل أباه هكذا قال له رسول الله الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج إن لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما هذا الحديث الحادي والثلاثون الثاني والثلاثون إمامنا الصادق يخاطب شباب الشيعة يا معشر الأحداث يا معشر الأحداث يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء الذين يترأسون في الدنيا والدين ولا تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يسير أذناب وفي النسخ القديمة حتى يصير أذناب حتى تنتهي رئاستهم لا تتخذ الرجال ولائج من دون الله إنا والله خير لكم منهم ثم ضرب بيده إلى صدره وليجتنا محمد وآل محمد عشيرتنا محمد وآل محمد يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يصيروا أذنابا لا تتخذ الرجال ولا إج من دون الله إنا محمد وآل محمد إنا والله خير لكم منهم ثم ضرب بيده إلى صدره الحديث الثالث والثلاثون عن أبي الصباح الكناني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يا أبا الصباح إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت وليجتنا محمد وآل محمد هذه عشيرتنا إنها العشيرة العقائدية يا أبا الصباح إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت رواية مهمة جدا جاءت في غيبة النعماني أقرأها عليكم ولكن بعد الفاصل في الصفحة العاشرة بعد المئتين من غيبة النعماني طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة بسنده إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الثالث الإمام يقول إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا بالتدريج فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه الإمام يتحدث عن زمانه وإلا فحديث أهل البيت موجود متوفر في كل مكان في زماننا هذا إن حديثكم هذا لتشمئز من قلوب الرجال لكن الحالة هذه لا زالت موجودة في الوسط الشيعي لماذا لأن سقيفة الطوسيين قد دمرت العقل الشيعية وأنشأت عقلا هذه نتائجه إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا بالتدريج فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لا بد من أن تكون فتنة إنها فتنة فكرية عقائدية وليست سياسية الإمام يتحدث عن حديثهم عن محارفهم عن ثقافتهم إنه لا بد من أن تكون فتنة فتنة عقائدية ثقافية إعلامية تعليمية يسقط فيها كل بطانة ووليج نحن في هذا الزمان حتى إذا أردنا أن ننظر إلى دول العالم الجميع يتحدثون الآن من أننا قد وصلنا إلى زمان لا توجد فيه قيادات تأريخية يقولون من أن زمان القيادات التأريخية لدول العالم قد ول وتلاحظون الحال الذي يجري في الولايات المتحدة الأمريكية كيف كان الوضع أيام ترامب وكيف صار الوضع أيام بايدن والحال هو هو في المملكة المتحدة بخصوص رؤساء الوزراء والحال هو هو في فرنسا انتخبوا رئيسهم لا حبا به وإنما كي لا يأتيهم رئيس من الأجنحة اليمينية والحكاية هي هي في سائر البلدان الأخرى والأمر هو هو بالنسبة إلى الزعامات الدينية بالنسبة لواقعنا الشيعي فبعد موت الخميني في إيران وموت الخوئي في العراق لم تأتي زعامات ولا مرجعيات كالمرجعيات الفائتة والسابقة على سبيل المثال مرجعية السيستاني ما كان لها من قيمة بعد الخوئي بعد موت الخوئي نفخ روح الشر في هذه المرجعية مثل ما تقول الرواية ستسقط كل البطانات والولائج وإنه أعتقد أن قناة القمر لها حصة في هذا في إسقاط العديد من البطانات والولائج حيث حيث كشفت عن عوراتهم الناس اتخذوهم ولائجة من دون صاحب الزمان فجاءت قناة القمر فكشفت عن عورات هذه الولائج فسقطت تساقطوا تساقطوا على الأقل بنظر الذين عرفوا الحقيقة وما بقيت لهم تلك القيمة وهم يخافون الآن من قناة القمر يخافون من الدعاء الأعلمية إذا ما مات السستاني أن يوضع في سنار القمر وأن تكشف عوراته على جميع المستويات على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي وعلى المستوى الثقافي إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لابد من أن تكون فتنة هذه فتنة معرفية ثقافية إعلامية تعليمية وهذا هو الذي نشهده الآن منذ نشوء الفضائيات ومنذ أن ظهر الإنترنت في واقع حياتنا بعد ظهور الإنترنت وبعد ظهور الفضائيات وبعد ظهور أجهزة الموبايل نشأت فتنة عقائدية وفكرية كبيرة في هذا العالم وفي واقعنا الشيعي بشكل خاص هذا التقلب في الأفكار والعقائد إنه لابد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين في نظر الناس الذين يعتبرون هم النوابغ وهم الأذكياء ستكشف حقيقته ويتبين جهله حتى لا يبقى حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا نحن الحجة بن الحسن وشيعتنا لا أعتقد أنهم موجودون الآن نحن نأمل في صناعة تيار يمكنه أن يصنع أمة شعية في قادم الأيام الرواية بمستوى من مستوياتها تتحدث عن واقعنا اليوم أعيد قراءتها عليكم مرة أخرى إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لا بد من أن تكون فتنة فتنة ثقافية بحسب ما تقدم من الرواية نفسها إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليج هؤلاء الذين اتخذتهم الشيعة ولائج من دون الأئمة من دون صاحب الزمان حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين الذي يقال عنه من أنه نابغة ذكي حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا شيعتهم الذين لا يدعون إلى أنفسهم وإنما يدعون لإمام زمانهم شيعتهم الذين وليجتهم محمد وآل محمد حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو تعريف الوليج نستمر في القراءة فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم إنها سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم إنها سقيفة بني طوسي ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة فبعد الحديث عن سقيفة بني ساعدة انتقل الكلام إلى سقيفة بني طوسي وأمثالها أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم وأتمنى عليكم أن تعودوا إلى مفاتيح الجنان الذي أقرأ منه الآن عليكم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة وأن تتدبروا في العبائر هذه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم من كل وليجة دونكم فأنتم وليجتي هذا هو القول البليغ الكامل ألا تلاحظون أن القرآن يتحدث عن الوليجة وأن الأميرة في نهج البلاغة يتحدث عن الوليجة وأن الروايات والأحاديث كثيرة وفيرة عن الوليجة والولائج وها هي الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل تحدث نا عن الوليجة هذا موضوع مهم وعنوان ضروري جدا في منظومتنا العقائدية لا يهتم أحد بهذا لجهل مراجع النجف وكربلاء بثقافة العترة ولعدم معرفتهم بقرآنهم وبتفسيرهم لقرآنهم ولعدم معرفتهم بما جاء في نهج البلاغة وفي سائر الروايات والأحاديث في كل حلقة تكتشفون جهلا عندكم والسبب في هذا هو جهل مراجعكم كائنة جاهلة لا تفقه شيئا من دين محمد وآل محمد وإنما ملأوا رؤوسهم بقمامة النواصب وبسفاهة أقوالهم وآرائهم هم لذا دائما أقول من أن الذي يقال له علم في حوزة النجف وكربلاء لا ينفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم وأول الذين لا ينفعهم هذا الذي يقال له علم في دينهم وفي دنياهم هم المراجع أنفسه هم أصحاب العماء إذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا الشيعي هناك وليجة وليجة إمام زماننا وهناك ولائج التائهين من الشيعة الذين أخبرنا أمير المؤمنين عنهم من أنهم سيتيهون ويتيهون تيهان أضعاف تيهبني إسرائيل هؤلاء التائهون على مجموعتين المتيهون والمتيهون المتيهون هم المراجع وقادة الأحزاب الشيعية والمتيهون هم الديخيون فهل بقي شيء من الشيعة مع إمام زماننا لهم يبقى شيء لذا يجب علينا أن نكون في عشيرته أن نكون في وليجته وأن نسعى لأن نوسع إطار هذه الوليجة إطار هذه العشيرة العقائدية أن نتخذ إمامنا وليجة لكن ما هو شعار هذه الوليجة ما هي هذه النقطة التي تتركز في ضمائرنا ووجداننا عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرة العقائدية الزهرائيون هم الذين وليجتهم عشيرتهم العقائدية فاطمة فاطمة هي شيخنا وعظيمنا شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم امضاء منكم بين يدي الزهراء أن تتحركوا باتجاه صناعة تيار فكري مجتمعيا يحمل هم العقيدة المهدوية امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها أخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطهر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها أخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء هكذا نقرأ في الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والتسعين إنه الحديث السابع والثمانون حديث مفصل أذهب إلى موطن الحاجة حيث يخبرنا الحديث الشريف من أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا ما أصابته الحمى استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمة بنت محمد الإمام هل هو بحاجة إلى فعل هذا ما روح فاطمة بين جنبي هذا محمد الباقر كجده رسول الله رسول الله روح فاطمة بين جنبي وكذا محمد الباقر فروح فاطمة بين جنبي إنه يعلمنا محمد محمد الباقر ما هو مهجة فاطمة ما هو قطعة نورية من فاطمة هل هو بحاجة أن يفعل هذا إنها دروس لنا الحمى الحمى في ثقافة العترة الطاهرة هي حظ المؤمن من نار جهنم واسمها اسم فاطمة هو الذي يطهر يطهر لأنها هي التي فطمت فطمت ذريتها وشيعتها عن النار فطمتهم من النار هذه هي الفاطمة من النار حينما نقول يا زهراء من أعماق قلوبنا إننا نطهر هذه القلوب من فحيح جهنم من فحيح أفاع جهنم تلك الأفاع التي يصدر فحيحها من النجف وكربلاء من أولئك الذين تشبعوا بالقذارة الجهنمية في رؤوسهم وقلوبهم إنهم مراجع الحوزة الطوسية إنهم الخطباء الحمير من خطباء المرجعية الطوسية في النجف وكربلاء هؤلاء الذين يملؤون رؤوس الشيعة بفحيح نار جهنم بفحيح أفاعيها طهروا قلوبكم دائما دائما جربوها جربوها في كل يوم ولعدة مرات قولوها ومن الأعماق غوصوا إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها بصوت عال بصوت خافت يا زهراء أخرجوها من أعماق قلوبكم كي تتطهر هذه القلوب من فحيح أفاعي جهنم الإمام الباخر هكذا يفعل ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار لماذا ينادي بصوت عال يريد أن يسمعنا أن يسمع الآخرين ثم ينادي حتى يسمع صوته أو حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمة بنت محمد أبو بصير يسأل الإمام الكاظم عن هذه الواقعة والتي كانت تتكرر في حياة إمامنا الباقر الإمام الكاظم يقول لأبي بصير صدقت هذه حقيقة كان جدي الباقر يفعلها نذهب إلى فاصل حين نتدبر في حديث الكساء الشريف وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء الحديث المروي عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في طوايا الحديث جبرائيل سأل الله يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها الوليجة هنا فاطمة نسيب إليها لهذا لهذا السبب قلت لكم من أن شيخ عشيرتنا فاطمة من أن عظيمنا فاطمة من أن سيدتنا فاطمة من أن نتاج رؤوسنا فاطمة ومن أن شعار عشيرتنا العقائدية شعار وليجتنا العقائدية يا زهراء هذا هو الانتماء العشائري العقائدي برسم من الله الله هو الذي يقول هم فاطمة وأبوها نسبه إليها وبعلها نسبه إليها وبنوها نسبهم إليها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وماذا قال الله أيضا في قرآنه في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة بحسب تفسيرهم لقرآنهم القيمة هنا فاطمة وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة تعبير مؤنث ومعرف بالألف واللَّام حتى لو لم ترد روايات وأحاديث إذا قرأنا الآية هذه من هي هذه القيمة في ديننا في عقيدتنا إنها فاطمة الله نسب دينه إليها وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين مُخْلِصِينَ الدِّينَ لله هذا هو الدين نفسه حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة فَدِينُ اللَّهِ هُوَ دِينُ القَيِّمَة هَذِهِ هَذِهِيَ 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 عَشِيرَتُنَا الْعَقَائِدِيَةِ يَا أَيُّهَ يَا أَيُّهَا الزَّهْرَائِيُونَ يَا أَيُّهَا الْمَهْدَوِيُونَ افْقَهُ دِينَكُمْ افْقَهُ دِينَكُمْ وَلَا تَعْبَأُوا بِأُولَئِكَ الثُّهْلَانَ في سقيفة بني طوسي هذا هو ديننا هذه هي حقائق معارف أهل البيت إذا قررتم أن تباشروا في صناعة تيار فكري مجتمعي عشيرتكم فاطمة شيخ عشيرتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء يا زهراء شعارنا يا زهراء هذه هي الوليجة التي تجتمع قلوبنا عندها ألا لعنة على السقيفتين ألا لعنة على سقيفة بني ساعدة التي أحرقت منزل فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني طوسي التي أحرقت منزلة فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني ساعدة التي قتلت شخص فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني طوسي التي قتلت شخصية فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني ساعدة بسببها أخفي وضع علينا قبر فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني طوسي بسببها أخفيت إمامة فاطمة ألا لعنة على السقيفتين أيهما أضار سقيفة بني طوسي أضروا وألعنوا وأخبثوا وأضل سبحانه وتعالى جعل فاطمة الوليجة في حديث الكساء جعلها وليجة لمن؟ لمحمد وعلي وأولادي علي وفاطمة حين أجاب جبرائيل سبحانه وتعالى فقال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ففاطمة هنا وليجتهم وهنا في قرآنه حين أضاف الدين إلى القيمة هي وليجة الدين الدين مضاف إليها وهي القيمة عليه هي المشرفة والمديرة والقائدة والمدبرة وهي الإمام هي إمام الأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد هذه وليجتنا عليكم أن تشدوا قلوبكم إلى فنائها من دون العلاقة الوثيقة بفاطمة لا قيمة لدينكم ولا قيمة لعملكم ولا قيمة لتياركم ولا قيمة لكم قيمتنا من قيمة هذه القيمة من هنا وذلك دين القيمة سبحانه وتعالى جعلها وليجة لمحمد وعلي وآلهما وجعلها وليجة لدينه فهي القيمة على الدين ومحمد صلى الله عليه وآله جعلها وليجة خاصة له حين قال من أن فاطمة أم أبيها فانتسب إليها لهذا السبب نحن ننتسب إليها هذا هو معنى الزهرائيين وهذا هو معنى الزهرائي هو الذي وليجته وسيدته فاطمة وشعاره يا زهراء لبيك يا فاطمة لبيك من عقولنا ومن قلوبنا ومن ضمائرنا ومن وجداننا ومن ظاهرنا وباطننا لبيك بكل ما لهذه الكلمة من معنى نستطيع أن ندركه وحتى الذي لا نستطيع أن ندركه يا بنت رسول الله أنت وليجتنا أنت الوليجة يا أم الحسن والحسين لن نتخذ وليجة من دونك سبحانه وتعالى جعلك وليجة لمحمد وعلي وآلهما هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فاطمة أم المؤمنين وهذا العنوان حقيقي بالنسبة لها لا كما هو لنساء النبي المؤمنون أبناء فاطمة لا يتزوجون فاطمة الكل لا يتزوج فاطمة زوجها علي فقط هو كفوها وبعلها وزوجها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها المؤمنون أبناؤها هي أم المؤمنين حقيقة نساء النبي تشريفا لهن لانتسابهن للنبي يقال لهن أمهات المؤمنين إذا ما طلقها رسول الله يسلب منها هذا الوصف وتستطيع أن تتزوج فما هي بأم للمؤمنين حقيقة هذا هو حال نساء النبي فاطمة أم المؤمنين هذا العنوان حقيقي ثابت مثل ما هي أم أبيها فهي عشيرة المؤمنين وهي الفاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار وينادي المنادي في يوم القيامة أين الفاطميون الذين فطمتهم فاطمة من ذراريها ومن شيعتها وهذا العنوان الزهرائيون مشتق من هذا العنوان لكنني لا أتوجه إلى فاطمة باسمها فاطمة فهذا الاسم فطمة عقولنا عن أتوجه إليها باسمها يا زهراء هذه أوصافها أتوجه إلى أوصافها أما ذاتها فقد فطمت العقول عن معرفتها فاطمة هي التي نخاطبها في زيارتها الشريفة وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَتَا بِهِ وَصِيُّهِ فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا هي القيمة هي التي تلحقنا بمحمد وعلي هي شيخ العشيرة فاطمة وأبوها وبعلها وبنها هي التي تلحقنا بهما فإنَّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنَّا قد طهرنا بولايتك هذا هو الذي أقوله لكم أخرجوها أخرجوها يا زهراء من الأعماق هذه عملية تطهير لنبشر أنفسنا بأنَّا قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذه وليجتنا وليجتنا نذهب إلى فاصل إذا بقيت أتناول النصوص والكلمات المعصومية التي تصب في هذا المجرى وتشير وليجتنا وليجتنا وهي عشيرتنا العقائدية فإنني سأحتاج إلى حلقة أخرى الكثير من الآيات المفسرة بتفسيرهم والكثير من الأحاديث والروايات المفهمة بتفهيمهم تشير إلى هذه الحقيقة سبحانه وتعالى نسب محمدا وعليا وآلهما إليها ونسب دينه إليها وكذلك جعل رضاها رضا له وغضبها غضبا له هل تريدون من الدلائل ما هو أوضح من هذا الله هو الذي يوجهنا ويريد مننا أن نتخذ منها وليجة لن أقول أكثر من هذا لأن الأمر بات واضحا وصريحا وبهذا ينتهي حديثي في هذا العنوان صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية أتمنى عليكم أن تدرسوا هذه الحلقات دراسة دقيقة وبتمع خصوصا فيما يرتبط باتخاذ فاطمة وليجة هي وليجتنا هي عشيرتنا العقائدية زهرائيون نحن وسنبقى نبقى نبقى زهرائيين نحيا زهرائيين نموت زهرائيين ونتوجه إلى إمام زماننا أن يحشرنا زهرائيين زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في أمان الله